في حلقتنا هذه اخترنا أن نتحدث عن المادة الحافظة النترات أو النتريت النترات مادة توجد في الماء التربة والطعام تستعمل كأسمدة تضاف للخضار وكمواد حافظة في الطعام المصنع وتثبيت اللون في اللحوم المحفوظة كالمرتدلة وغيرها حيث تحفظ اللون الأحمر المطلوب والمرغوب لتسويقها طبعا الطعام يشكل مصدر رئيسي الذي يدخل من خلاله النترات إلى الجسد وتعتبر الخضار وخاصة الكرفوس والخص هي المسؤولة عن معظم كمية النترات التي تدخل إلى الجسد قد يصل معدل استهلاك النترات إلى 250 ميلي جرام في اليوم عند الشخص الذي يعتمد على الخضار في طعامه اليومي كذلك الجسد يصنع حوالي 62 ميلي جرام في اليوم من النترات بالإضافة إلى ما يستهلك كما أن الالتهابات والأمراض قد تسبب زيادة إفراز الجسم مستوى أعلى من النترات ويعتبر هذا الأخير كونه أحد مسببات السرطان كسرطان المعدة والقلون والمرارة فضيلة الدكتور الكثير مننا لا يعرف ما هي مادة النترات وما هو معنى أو ضرر وجودها بكميات كبيرة في الطعام الذي نتناوله أو في الماء الذي نشربه بل لا نعرف ماذا تحتوي الأطعم التي نتناولها من النترات ما هي هذه المادة والتي أكد الباحثون أنها من مسببات مرض السرطان وأيضا قالوا أنها خطيرة بالنسبة للمرأة الحامل ودح لنا ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم أغير علي لنبين أهمية مكون نترات وقد توجد في المياه وفي الترباء وقد تضاف إلى بعض الأغذية لكن غير قبل أن نخوض في الموضوع في تمانينيات كانت تقريبا أكثر من 23 محطة تصفية المياه في بريطانيا أغلقت لأن كمية النيترات كانت مرتفعة جدا بهذه المياه نعم كانت وزيرة الصحة أنا ذاكي التي أمرت بإغلاق هذه المحطات لأن مستوى النيترات ارتفع في هذه المحطات النيترات كي يعرفوها الناس لأنها هي السماد يستعملونه يعني المزارعون الفلاحة كيستعملوه كسماد ويعني على شكل ملح أبيض يعني كييدلوه المزرعات والخضر لأكثر استعمالة دياله كي نفاذ الدرة الآن لكي الدرة للبقر هذه الدرة اللي كيعملوها بالقطرة ويستعمل حتى للأشجار الآن كي الفلاحة بذوتي يستعملوه الأشجار الزيتون وهذا الأشجار المتمرة طبعا ويعني أكثر استعمالات الآن هي استعمالات زراعية يعني كسماد طبعا لما يكون في التربة يصل إلى المياه لما يصل إلى المياه طبعا يكون مستوى مرتفع ولذلك فمحطات تصفية المياه هي دائما تحليلة ديالنيترات هي تراقب مستوى النترات الموجود في المياه الشروبة هذا ميجا علينا المياه المراقبة لخاذ على المراقبة لخاذ على المو لكن هناك مياه أخرى الناس كيستعملوها مباشرة يجلب المياه من لويديان ومن باعها حتى بعد الآبار ربما يصل إلى مستوى يعني حتى بعد الآبار ولا حتى بعد مجالي المياه خصوص المشكلة لدينا الآن هو المشكلة للسدود التلية الآن ولكن السدود التلية يعني الحمد لله أن المياه كتجي من المنجرفات يعني كتجي من تلول وكتجي من الجبال يعني كتجي من مسائل ربما لا تمر بعد الحقول الزراعية ولكن هناك ليس هناك استعمال كبير حول هذه السدود يعني فيما يخص استعمال هذا السماد يعني فيه النترات لكن السهول والخصوص المناطق الكبرى لإنتاج الخضر لإنتاج المزروعات اللي هي السوسما الساقس بالتأكد المنطقة الجديدة من حل الزمامرة المنطقة هل يعني هادشتوكا حدس والم كالمنطقة الغرب العوامرة كالمنطقة بركان كالمنطقة العروي كالمنطقة اللوكوس يعني جيد القسطر الكبير هذه كلها مناطق كبرى يعني لأنما مناطق يعني إنتاج خضر وإنتاج مزروعات نقوية هذه كيكون استعمال نترات فيها كثير جدا طبعا هذا النترات هو لكي ينحصر وجوده في المياه لكان في التربة طبعا ستم يعني هي النباتات تمتص طبيعيا النترات حتى ولو الناس الفلاحة مداروش ولو لم يعالجوا الحقول بهذا السماد الكيماوي الفيرتيلايزر فالنبات جراتم التربة تحول الأمونيا إلى نترات وهذا النيتروجين الأزوت لا يتمتصه النباتات إلا لما يكون على شكل المعدني منيرال من ما يكون نترات عاد تنتصوا هذه النباتات يعني هو حاجة طبيعية أن النبات يمتص النترات هذا شيء طبيعي جدا يعني ليس هناك أي مشكلة في البحث العلمي يعني الخبراء التغذية نحن نقوله هكذا يعني أن النترات الموجود في التغذية ليس هناك مشكلة فالجسم يتعامل معها لأنه حادث طبيعي فالنباتات تمتص النترات من التربة والنترات تتكون طبيعيا في التربة يبقى التركيز فقط يبقى المستوى يعني لكان النترات بكثرة طبعا فهذه النباتات ستمتص منها تركيز قوي هذا من جهة أخرى وجود النترات في المياه الشاربة هذا أمر عارض هذا خصوه ما يكونش لأنه تلوث يعتبر تلوث والنترات ما خصوش تكون في المياه الشاربة نهائيا نعم نحن لا نقبل حتى 0.00000 حتى أثر نترات نعم يعني هناك من الآن بعض القياسات الدولية حتى منظمة الصحة العالمية نقول بأن الإنسان يقبل ما هو كحادث في الطبيعة كما قلنا النترات المجارات من التربة من النيتروزومناسو النتروباكتر هذه الجرات تحول الأمونيا يعني النتروجي الأمونيا اللي كان في البروتين نعم اللي كان في النفايات العضوية اللي تحوله البكتيريا التربة تحوله إلى النترات وهذه يعني هما هذه البكتيريا نحن كنسميهم النيتريثيوم هما دور ديالهم في التربة هكذا خاصو بي خاصو يكون هكذا يعني بدون ماء خاصو ينزل المطر هذه البكتيريا فهذا من جهة ثم النترات الخطير اللي ربما نتكلموا عليه كثيرا هو النترات الذي يضاف إلى الأغذية إلى الأطعمة فعلا ولا يضاف إلى أغذية كثيرة يضاف إلى اللحوم على الخصوص كي تعطي اللون نعم لماذا لأن النترات ليس لللون يتضاف لللون كعليم كخاصية تانوية ولكن كخاصية أساسية النترات يكبح جورتم سطافيلوكوكيس كمادة حافظة نعم لماذا لأن المشكل لللحوم هو مشكل كلوستريديوم و مشكل سطافيلوكوكيس نعم وهذا سطافيلوكوكيس يعطينا توكسين الأنتراتوكسين هي التي تسمى بإسهالات نعم والكلوستريديوم الله يحفظ إذا كان كلوستريديوم بيرفرنجنس سيعطي واحد القونغرين على مستوى المعيدة القونغرين غازوس سيعطي إسهالة تسمى معادي بوازنين فوت بوازنين ولكن إذا كان كلوستريديوم باتولاينوم هنا سيكون مشكلة لأنه قاتل نعم فالصانع لكي يضمن سلامة هذا الغذاء من هذا الجاراتيم فهو يضيف النترات مع الملح كان السوديوم كلورايد ممزوج مع النترات نترات السوديوم ولا البوتاسيوم نترات وهذا يسمى عليهم هو منتوج يباع الآن في أوروبا وفي أمريكا بحال في أوروبا يسمى السالبيتر والسالبيتر معروف في صناعات المقانق والسجوقات يعني من المنتوجات اللحم والبيكون البيكون ولي فيه كمئيات كبيرة فهذا النترات يضاف إلى اللحم لأنه يكبح الجاراتيم ولأنه يحفظ مش تأكسد هو يزيد في تأكسد الهيموغلوباين لأن الهيموغلوباين ميت ميوغلوباين كتكون مختزلة يكون لون داكن مالذي كتكون أكسيهيموغلوباين كتكون الشكل المؤكسد كتعطي لون أحمر جيد جدا لأنه يفعل جيد جدا لأن المنتوجات كتابة أو تقدم أنها تزين نقانق تزين هذا النقانق النقانق المخمرة لأنه لا يمكننا أن نقانق في المغرب قليل لأنه لا يمكننا أن نقانق في المغرب هذه المنتوجات مجموغلوباين وثمانديلا غاليا لأنه يمكن أن نقانق المطهية هذه العادية يعني كي طيب ويحتوي الناس وكي نعاد تدخين اللحوم في انكي المشكل هو الماء تطهى هذه النقانق اللي تضاف إليها النترات فالنيترات تتفاعل مع بروتينات اللحوم كتعطي النيتروزامين والنيتروزامين هذه نيتروزامين هذا هو المسرطين هذا هو المكون المسرطي الخطير ومسرطين بكميات ضئيلة نيتروزامين فالأبحاث اللي عندنا لائحة السرطانات لما على الأسف بدنا كنشوفوها في المغرب من جملة العواميل التي تسبب السرطان مش كونوا واضحين من جملة العواميل لأن سرطان المعدة مش غير نيتروزامين اللي كتسبوه سرطان المعدة حتى الأدوية كثرة الأدوية تسبب سرطان المعدة يعني الكيمويات والمضافات الغدائية التي تسبب السرطان لائحة طويلة كما سنتكلم عنها من جملتها النيتروزامين أو النيترات إذا كانت النيتراط في المياه واستهلكت أو إذا كانت محفظ واستهلكت أو إذا تحولت النيتروزامين واستهلكت هذه المادة فهو أول سرطان مالأسف وبذكبان في المغرب هو اللوكيميا سرطان الدم الوسينية تابعوا الناون هو تكين هذه الالمفومي شيخٍ لا تتع长 تلك المغرب سرطان الدم سرطان الدم الثانيael أول�اء واللوكيميا والالSud sheep والسرطان الثالث اللي عندنا في اللائحة هو هو المبيض عندنا في المغرب رقم ربع الكولون هو القولون سرطان والمرارة ورقم المرارة البلادر يعني عندنا وهو ذات السرطان المرارة لان الناس يقولوا عندك حجرة في المرارة كانت حاجة عادية الآن لديهم مشكل ديال تيومور عندهم مشكل ديال تيومور يعني ورم في المرارة طبعا المعيدة سرطان المعيدة وحتى الأوزوفايقوس يعني هذه سرطان القرجوطة وعاد البونكرياتيك البونكرياتيك في المغرب حديث ولا حرج ثم في الأخير تايرويد غده الدراقية غده الدراقية في المغرب حديث ولا حرج نتكلم عن سرطان الغده الدراقية مشي الهكرر تورمات تورمات خبيثة ورم خبيث في الناس أورام خميدة كلش الطور آدينوم нами نتكلم عن سرطان تيرويد نعم عنه في المغرب مع أسف عددت لا زالية فى سرطان التيرويد يعني في الغودة الدرقية في المغرب يعني هنا المشكيل هو اللي كنسميها وأن الأمر مشتبه على المستهلك ناس ما عمرهم غدين يعرفوا هذا المكوين لهذا الخطار دي لهذا النترات وهذا الحمد لله أنه في المغرب ما عندناش صناعة متقدمة في منتجات اللحوم ما عندناش صناعة متقدمة ما عندناش صناعة متقدمة لبهذا الدخول لمنتوجات اللحوم المصنعة هذين الميتотiran اللي تزادت على الدايري برايكس يعني تزادت على منتوجات السمك تزادت على منتوجات الهينا هذا المشكل للتصنيع هو كُلما تزاد مادة مصنعة تزادتنا 5 أو 6 dicho lugar الموضافات الغذائية اللحوم الآن عندنا سبعات الموضافات مزيدة منهم حتى منهم الكارغينان منهم bumpحكات حتى الخبز في أوروبا لذلك حتى إخواننا من الجالية المغربية والمغربية المسلمة في بعض الدول أن يردوا الأ مثاد الخبز في المقبزات لأن الخبز يعود دشجلي سرايد و الدشجلي سرايد والمقبزة و البدير دشجد الناس ي Kenyaج ليativo تدنيهم في دينهم تشجل你說ها ال� methane بعدها الخبز الذي يشريه من السوبر ماركت كله في المونوغلسيرايد لأنه يبقى لمدة طويلة يعني يعملوا لبلاستيك يبقى لمدة طويلة يعني المستهلك لا علم له بما يضاف الجالية ديانة في هذه الدول هذا خصوص الدول التي تستهلك اللحوم بكثرة دانيمارك في حال ألمانيا حتى فرنسا يعني هذه الدول أوروبا الغربية وكندا والولايات المتحدة هؤلاء المستهلكين الكبار هي أول دولة مستهلكة هي زيلاندا الجديدة تتبعها دانيمارك وتتبعها كندا فهذه الدول هذه الجالية هي أن في هذه الدول التي تستحلم اللحوم بكثرة يحاولوا على الأقل يأخذوا اللحوم طريقة يطبخوها في منازلي ويبتعدوا من مصنعات اللحوم لماذا؟ لأن هذا التدخين اللحوم ما هو تدخين اللحوم؟ وهذا التدخين اللحوم هذا التدخين اللحوم ماذا يعملون؟ يعملون هذه السجوقات ماذا يعمرون هذه النقانق ماذا يعمرون؟ نعم يعملون فوق الدخان الخشب يعملون الدخان وهذا الدخان أولا ارتفاع الحرارة يجفف هذه النقانق بسرعة نعم ثانيا هذا الدخان يقتل هذه الفلورة السطحية من الفطريات نعم تهوى يعني محفد الدخان تهوى محفد نعم وكيعطيه واحد المذاق يقول لي فيه احد المذاق هذا التدخين يعني في الدولة السكندينبية يدرون تدخين حتى دي السمك نعم فنصحح واحد المعلومات نعم وهذا هو البرنامج هذا القوة دياله هو تصحح المفاهيم الخاطئة نعم فعليا لماذا؟ لأننا نتحر فيها يعني خشية الله سبحانه وتعالى نعم أنا شخصيا سمعت وهي نصحة خاطئة نعم لأن من المستحيل أن يتكون النتروزامين نعم في القطبان اللي كان شويه واللف بولفاف واللف الخليع نعم من المستحيل يتكون النتروزامين لأنً النتروزامين ما كيتكونش في الحم إنما النترات التي تضاف للحم يا لي سيعطيهством النتروزامين لأن المفاعل الكيموية خصص يكون عندك نترات والحمض أميني كتحيظ COOH الحمض الأميني وكتحل محل النترات تسمى الغش труبات نيتروزامين نيةروزامين نعم كتتقول لي واحد الأمين عبارة ما تكون بروتينة أو حمض الأميني كتقول لي hasn't become a anderen يعني من الذي إلحم عليها تكون نيتروسامين من المستحيل يتكون في النقانق التي تضاف إليها النيترات كي يكون واضحين ولذلك الناس الذين بداء ونصحهم يتحللون الناس ورعبوهم إليوا ويجرلون لا تحلل نف بلفاف ولا في القطبان ولا في الخليع ولا في المشوي ناس الذي يشوي الخرفان الناس يسمحونه نشوي وخرفان علي شلا هذه دخلة في عادتنا علي شلا هذه نخوة عربية نعم والأوروبا عندنا قانق والناس الأصحاء يعني يأكلوا شيء نعم نعم غير الناس ما يخافوش وما يتخلعوش لأنه أحسن طهي للحم هو الشي على النار غير ما يكونش دخان فقط غير ما يكونش دخان المشوي ما يأكلوش الناس يوميا طبعا هذا كمية البيروكسيدات التي تتكون في الوغراكة تتكون دائما وهي في المشوي أقلها من التي تتكون مثلا في البطاطس مشوي نعم مقلية نعم في الفرنش فرايس هي بيروكسيدات خمسات الأضعاف التي كانت في البولفاف غير هذه العادات العربية والعادات الغذائية المغربية فهي ليس فيها خطأ أو خطر وهذا كان صح هذا الخطأ هذه معطايات علمية مدققة نعم وخاصة المواطن طبعا حان الوقت نحن نعيش في عصر العلم لكي المواطن المغربية عرف هذه الحقائق هذه نعم وهذا النطرات الخطر الوحيد الذي كان هو رقم واحد من اللحوم ليس اللحوم ليس اللحوم طريق نعم يعني مصنعات اللحوم نعم يعني نقانق السجوقات ليس نقانق على الخطوط فهذه النطرات لا يمكنك صانع لأن القانون يسمح ذلك يسمحه إذن المحافظة على الجودة وهذا المنتوج الآن يعني الملح الآن يتباعه في الأسواق في أوروبا صالبتر صالبتر معروف هو خليط من نترات والنسائل يعني هذا الملح اللون دياله تقريبا وردي لا لا هذا خاص للصناع خاص ما يتباعش لا 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 هذا خاص للصناع وكان عرفوا بأن استهلاك منتوجة اللحوم في أوروبا هي أكثر من استهلاك اللحوم على شكل طريق نعم يعني اللحوم طريق استهلاك المنتوج النقانق في أوروبا يعني تقريبا ما كانش اللي ما يستهلكه يوميا يعني بكمية كبيرة نعم بكمية كبيرة وجل ناس يستهلكون منتوجات اللحوم يعني مقوش يطبخون الناس مقوش يطبخون نعم يعني الأكل سريع نعم نحن طبيق في الخضار واللحوم وطبعا هذه المواد هذه فيها مواد حافظة أخرى ليس غير نترات ربما نصلوا علىها نعم فيها مواد حافظة أخرى فيها 50% حتى الـ 70% النقانق هو شحم داسيم كين بعد الأطباء بذوتي قارنوا الخليع مع السوسيس لا يقارن باش نكونوا واضحين باش نصحوا المعلومة أن الخليع لا يقارن مع النقانق لأن الخليع يجفف تحت الشمس يضاف عليه شيء من الملح ثم يوطها جيد فهذه كجرة ديالنحاس كانوا يطيبوه ناس فاس كانوا يطيبوه الخديمة ديالنحاس نعم يعني هذا أرقى ما يمكن يعني لكي نصلوا لحنا في تكنولوجيا الغذائية نعم والنحاس يعني مادة صحية نعم طبعا طبعا ماذا ماشي لأليمنيوم نعم هذه المسائل هذه نرجعه كما أشترتي تفضلتي في المقدمة نعم المشكلة عند النساء الحوامل نعم نساء الحوامل نعم لستهلكون نيترات بكترة لذلك عندهم في أوروبا جل المشاكل الآن اللي حاصلة عند الناس اللي عندهم سرطان هي كانت عندهم في الرحم اللي كان في بطن أمه نعم لأن المرأة هذه المرأة الحاملة لما تستهلك النيترات في اللحوم ولا في المياه ولا حاجة تكون كمية كبيرة نعم فهذا الجنين كيتعرض لهذا الضربة تحت النيترات نعم وكيكون عندها مشاكل في الولادة علي المغانتك المشعلة المشاكل في الولادة لمقاتش كثيرة يعني كينة ولكن الآن الجراحة ولو جل النساء ماشي كلهم جل النساء الآن كيولدو تحت المراقبة وخطة هذي المراقبات هي في نظر نام وإعادة النظر في المراقبة هذه النساء الحواملة قضية الحديد وقضية الجلبة ومسايلة في إعادة نظر فهذا لأن كينة النساء لا يتعملنا هذا المادة وكينة النساء لا يتحملنا الحديد نعم كينة كل شي نساء يعني تعميم لا لا، ليس كله نساء، نساء في البوادي يجب أن لا يأخذنا الحديد من المستشفائي نعم، لأنه ما زالهم يطبخوا وما زال النظام ديرهم جيد وما زال معدنش مشكلة إلا البوادي المغربية اللي إذا بدأت خلتها شوية ديال اسمي توع بعدها بدأت موت دو ودخله مع الناس ولو كيعيشوا تقريباً محال في المدينة هذورة طبعاً تتسمى مدينة مقاتش بادية أما الأرياف والمناطق النائية للناس باقيين يطبخوا فيها وباقي عند المواد طبيعية سيتيمت بها اما كانتش في البواديدة في بداية دائت pitched عند الأطفال ولم blame لأنها كبيرة لان نمط العيش والله فالبدي فيها وهذه بعد المدن لعنى تعمى لو عدم تلاجاته لو عدم حلوياته لو عدم قلياته لو كاتصدرون. يعني الفريتس لو كاتصدرون مسائل تموعاً نفس الأمرأة تنتقل إلى البادية المشي البادية هي طبيعة وأنا ما يقول. لا وما كل شيء من نمط العيش حتى ولو كنت في البادية عى وكنت اتعيش في نمط العيش دلمدينة. behandك نفس الأمرأة. أكيد أما إذا اشتبنا ما تلعيش للبادية تقول لي بقيت طيب بالحطب قليل الأفران الغاز موجودة الآن حتى في البادية نعم وهي ضياء ضياء لميزانية الدولة لكن بعض المناطق الممكن يطيبوا بمسائل طبيعية ولكن عليهم كيفما كان الحال هذه حرية شخصي في التصرف والمستهلك عنده حرية غير الناس نعرفهم بالمعلومة لأنه كان بعض الأطفال لديهم حساسية لهذا المسكي دي الغاز البيطان إذا طيبوا فيه بعض الطبيق أو الخبز أو حاجة يمتصوا هذه الكمية كبيرة اللي ربما يزيد في الأزمة ديال الطفل الناس يعرفوا فالنساء الحوامل اللي يأخذون النترات بكثرة هذا الولد أو البنت اللي سيزداد سيزداد سيكون معرض للسرطة نعم دكتور غالبة النساء الحوامل سيسألك من هناك نترات لكي يجتغنبوها لا أكيد لأننا نقول الخضار لا لا يوجد خضار نتكلمنا عن النترات الغذائية النترات الموجودة في الخضار نعم النترات الموجودة في الخضار وفي الفواكه المتصات النبات يمتص نترات عادي عادي إلا أن تكون واحد اللي كنسميه يعني إلا لكن مثلا واحد إفراط استعمال السماد نعم هناك يكون مشكلة لأنه لم يكن مراقبة لأنه غير الكمية التي ستكون ملتسقة بالخضار ستكون كمية خطيرة جدا ولذلك بعدها غسل الخضار جيد ستكون نقصه واحد كمية كبيرة إلا غسل الخضار مزيان بعدها على الأقل نترات اللي لسق في الخضار وفي ذلك الوحى اللي كيكون لسق في الخضار بعد ذلك الكمية غادت مشي لأنه الفلاحرة كي يعملوه هل ينبى الآن النيترات ولا كيتعمل مع لقوت مع القطرة ولو كي يعني الآن هذيك الوكالة كي يعملوه في هالنيترات وكتسقي مباشرة مكوش كي يعملوه في التربة وكي يعملوه مع الماء هذا هذا معنى الكمية هناك بعض المزروعات اللي كي ياخدون النيترات ثلاثة مرات نعم في الطور دي لهذاك النبات حال الدورة الآن هذي الدورة اللي كيعملوه على الأبقار نعم هي تأخذ نترات ثلاثة مرات وهي يعني حتى أن التربة الآن إلا تزرعت فيها شي مزروعات أخرى منورة هذه الدورة غادت تكون مزروعات خطيرة يعني كيين الناس اللي كي يدروا الدراء يدروا عملو الخضار نعم وهذه الناس اللي يخصم يعرفوه على الأقل اليناat طبعا لو كانوا عارفين ما غيرت sentir للنس كل كانت تقول الله نعم لنحن نقوم بارت الأقل يعني اللام دي للدراء ستبقى ايضا في راحة دراء الآن ما دراء الآن على خبرها فهذا زراعة الدور الآن للأبقال يدي دان غدا تكون خاطرة غدا تفسد التربة ديانه حتى الجراتيم الفلورة ديال التربة الآن تقلبت هاتش فلورة جيدة نعم غدا يسولوا نساء غدا يسولوا نساء عليين اللي كيهمهم الأمر هما الجالية المغربية في الخارج لأنهم يعيشون في بلدان في صناعة اللحوم متقدمة صناعة اللحوم بدات عدنا في المغرب والنيترات كي يضيفوها لصناعة اللحوم لأن الصانع ديال هذه المنتوجات كي يبقى دائما خيف من المشكلة ديال التسمم الغذائي والتسمم الغذائي طبعا كي ينقانون يعني الصانع طبعا ما غديش يعمل للرقبة دياله تحت عين عيد حتى القانون بما أن القانون يسمح ليه إضاف باش يضيف هاد الأشياء فهنا طبعا كي يخرج رأسهم كما قد نقوله من باب واسع كي يزيد الصالبتر كي يزيد النترات والمنح والمسائل كي يمشي عن عليين كي يزيد محافظات أخرى يعني قادية مشي حتل الصوربات والبنزوات ومشي عين نترات ومشي الحمد البوريك والمسائل البروبيونات المسائل هذي كلها كتزاد في الغالات والبروبيونات وتزاد البي أش أوت زاد بي أش تيل زاد مسائل غادي يقول لي عندك خمسة أو الأسبعات المسرطينات في نفس المادة نعم يعني وكان علاش هذا اللائحة اللي أعطيت ديال السرطانات لأن أبحاث عميقة وقوية أجريت في كتير من الدول يعني منهم من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا هذي أبحاث كتيرة وقوية جدا شاسعة حتى كنت نعمل لنا تخصص في يعني الميت ساينس في علم اللحم نعم نعم يعني سانة وحنا كندرسوا غير علم اللحم نعم تخصص هذا علم اللحم ودرسنا سانة كاملة لحنا كندرسوا غير علم اللحم نعم نعم هناك منشورات حول لون اللحم نعم فقط لون اللحم وهنا نريد أن نبيين على أن جل المنتوجات اللحم في المغرب هي مصنعة من اللحم الدجاج والديك الرومي وهي ليست مصنعة من اللحم البقار والغانا الخليع مصنع من اللحم البقار نعم ولذلك الخليع راقي بالنسبة لمنتوجات اللحم هو أرقام منتوج هو الخليع المغربي نعم وأرقام منتوج بالنسبة للمشتقات الحليب والسمن الحار المغربي نعم الغير مغشوش طبعا هذا لذلك هذه المشكلة اللي عندنا خلسنا نشوفه يعني الآن نوازيه هذا فالمنتوجات اللي عندنا ليس هناك أي خطر لا يمكن يكون نيترزامين في الخليع أنا قلت يعني لا يمكن من المستحيل لا يمكن ثم أن المنتوجات المحلية اللي عندنا المشكيل الوحيد اللي عندنا هو النقانق صناعة النقانق الآن اللي بدأت في المغرب مش غير بدأت يعني وصلت دبال يعني اللي نتقريبا نعم مدة طويلة مستواب حال فرنسا وإسبانيا في هذه صناعة النقانق وصناعة النقانق لا يمكن يعني في أوروبا هاتش معروف يعني عاليا هاتش معروف نحن الدراسة الأبحاث المنشورات اللي كنا نشوفه دائما كنا كن ركزوا على المنشورات اللي فيه مشكلة للتدخين والمشكلة للتكوين المسرطينات يعني في اللوحو هذه الأحل فكان هاد المشكلة للنطرات وكان وحدة تضججة في أوروبا باش نزيده المستمع الكريم نعطيه ونشمريولي الأهمية كان أحدة تضججة حتى أن بعض الدول منعت التدخين حال فرنسا مثلا في أحد الوقت كانت منعت التدخين تدخين اللوحو منعته ولكن رجعوه للتدخين اللوحو حتى احنا في البحث العلمي بدينا كن نعملوا أبحاث باش نتفاده وتكوين النيتروزامين منديرو حتى تدخين بدون تكوين نيتروزامين وعنيته ولقينا بروسس أنه ممكن ندخنوا اللحم بدون تكوين نيتروزامين لاش لأن النيتروزامين ما كنت تكون حتى كانώνουν نترات إن زولنا النترات ما بقش المال الميتروزامين بس لجميع مشكلة لا يمكن سن دخنه يمكن نظفهم أي مشكلة فعليهن هاد النساء هادو خصوص مغير يعرفون موين معلومات كون عندهم بأن صناعتنا قانيقلا في أوروبا ولا يعني صناعتنا لا يمكن أن تتم بدون إضافة النترات لهذه خصوص إذا كانت من لحم حيوانات وحتى من لحم دواجين المشكل في الدواجين أن لحم دواجين تنتن بسرعة أكثر من لحم الحيوانات ثم أن الدسم دواجين دسم دواجين وأخطر من دسم الحيوانات دسم ديك الرومي ودسم الدجاج وأخطر بكثير من دسم الخروف لماذا؟ لأن شكل الدسم عند هذا استحلاب الدسم بالمرارة هو يتطلّى بجهد ثلاثة خصوص بعدها غير استحلاب هذا نعم خصوص الطاقة ذي الهضم هائلة نعم فعلا والمنتوج المادة الغدائية التي تنهيك المعدة وتنهيك الجسم في ملك والدسم واللحم واللحم نحن كنا مصنفين يعني اللحم على حسب الجوذة على حسب مكوناتها على حسب الهيموغلوباين على حسب مسائل هذه فكلما حبس الحيوان كلما كان الحيوان محبوس كلما كانت سرعة نمو الدسم أو الشحم يعني اللحم يعني فائقة كلما كان هناك ارتفاع الخطر نعم فهناك نوصل إلى نقطة مهمة جدا نعم هو أن السماد العضوي نفايات الحيوانات نعم فيها تركيز خطير وأخطر ما يكون ديال النيترات سبعا الآن الأمريكيين تنبهوا لهذه قضية لايف ستوك ويست إما سيدخلوا للجوغول يكتبوا النيترايت نايترايتس لايف ستوك ويست قد يلقاوا بأنه مشكل خطير علش لأن الأمريكيين كيصنفوه رقم 2 نايترايتس يعني السماد الكيموي نايترايتس نايترايتس ومتبعينه لايف ستوك ويست يعني هذا نفايات الحيوانات نايترايتس نايترايتس ولذلك أنا كنت شرت في حلقة من حلقات ناخل ورمان نايترايتس أننا أشرنا إلى المشكلة لأناس الذين يتكلمون عن البيو عن العضوي الإنتاج العضوي نايترايتس وأن بعض الناس كانوا يبرروا هذا الإنتاج بأنهم عددوا سماد عضوي إذا استعملوا نفاية الحيوانات الآل التي كانت في الإستبلات مثل أبقار الحلوبة نايترايتس وعليا غير الأبقار الحلوبة قريباً واستعملوا نفاية الدجاج فهذا ليس بايو إنما أخطر من الإنتاج بالطريقة العادية الكيموية التي تستعمل بيستيسيدات والتي تستعمل سماد الكيموي نايترايتس أنا أكرر ربما يكون هذا السماد العضوي للحيوانات أخطر من السماد الكيموي نايترا لماذا؟ لأنه ستكون فيه ليس غير النيترات و ستكون فيه الهورمونات لأن الحيوانات الآن خصوص الأبقار الحلوبة الآن ولا تعالج بالهورمونات يعني خصوص البقار اللي يتعطل ما يدربش ولا حاجة نايترايتس تسخن بالهورمونات لأن الفلاح ضايع و الأبقاط البقرة لا مولدتش عامين فهذه الهورمونات مين توجد؟ هى المضادات اللي تتعالج من الأبقار توجد في أبوال لهاد الأبقار شرف له قدر السامعين الكرام في الروت فهذه الأبوال تتخلط مع الروت مع النفايات الأبقار يعني كيو ليه هات السماد العضوي فيه النيترات كيو ليه فيه البيستيسيدات يعني المبيدات اللي كي نفتغن كيو ليه فيه عوامل النموم مع الجي ام اوليكيني في العالم المركز وكتزاد عليه هاد المشكيل ديال المواد البيطارية يعني منهم الهورمونات ومنهم المضادات الحيوية اللي كتتعالج بها هاد الحيوانات وكيقول لي هاد السماد هذا موقاش كي يعطينا انتاج عضوي كي يعطينا انتاج خطير جيد بني جيد فعالاقل الناس ينتابهوا لهذا المسائيل ينتابهوا يعني احنا في عصر البحث العلمي والمغرب ان شاء الله ده بالي اختار طريق دياله المغرب اختار طريق المغرب الاخضر يمشي في المغرب الاخضر وخص المنتجين وخص الناس اللي عندهم الشأ المحلي و الشأ العام خص مداء يركزوا يتبعوا السياسة العامة ديال البلاد مغرب الاخضر صاف يعني احنا اعلننا اعلننا دوليا بان المغرب اعلنناها اخضر والحل الموجود والبديل موجود والانتاج ممكن يكون بطريقة سهلة وبطريقة يعني ما شاء الله أنا بعد منتاجين هاد العام رجعوا الابقار اللي كي يسمعوا الكروازي فأنت تبقى لهم بقار المستولاد وعندما قلت لهم هائل وكان غير كان واحد انتقاء بيطاري سيلكسيون ويكون تحسين سلالات حدنا يأتي ربارعين فد فد الميدان فانتقيوا سلالات جيدة تعطينا كمية معقولة من الحليب إن شاء الله تكون هنا 15 ولكن لا تكلفونها وتكون لدينا أبقار محلية وعواد ما تعطينا مثلا 30 ليلة لمدة 4 سنوات وتوقف تعطينا 15 ليلة لمدة 20 سنة نعم كان الأبقار عشوا في الفلاحة 30 سنة نعم فهنا سنرى كمية الحليب لمدة سنوات شحال غدا تعطينا 8 طن على 10 سنوات أو 15 سنوات ومن بعد هذه البقرة لا تصلح لي شيء لأنها لا تصلح لي شيء لأنها لم تحلم فلاحة لا يقلش عليها لما تحلم فلاحة لا يقدر عليها فلاحة لا يقدر شيء يقولك هذه الولادة عندي يعني هذا تضيعه فهذا المشكلة للنطرات هو يحتك بالمواد الزراعية غير للناس نطمأنوهم لأنك الانسان دبا نعم هو أمر واقع فهو في خطر غير لبقينا مع الكمية التي تمتص الخضر والتي تمتص الفواكين فهوكين لا تمتص كثيرا لكن الخضر نعم خصوص الخضر على شكل جذور هذا منجل الخضر على شكل جذور من أنواع اللفت من تطرح الوامن وتطرقص بيام من الأشياء التي تمتص يعني أنه يمتص 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 بكثرة أما الكمية التي تمتصها النباتية كمية غير خطيرة لأن الأمريكيين تصنفوها ميلد يعني ليست خطيرة شوية فيها خطار بسيط جدا تبقى المشكلة المياه ومشكلة المضافات النطرات التي نضيفها لمنتوجات اللحم ركزنا على منتوجات اللحم لأن نجل النطرات التي تزاد وكتزاد منتوجات اللحم وكتزاد في كثير منتوجات الأخرى بالنسبة للمياه هل المياه مضاف إليها النطرات؟ لا شيء مضاف نعم أو هو فيه؟ لا فيه نعم فيه طبعا فيه لماذا محطة تصفية كلهم الآن يعني حاضين لماذا يعملون ليلة نهار محطة تصفية المياه المشكلة عن مواد الكبريتة سيلفات لنيترا هم الآن محطة تصفية المياه المعادة انتقلة والنيترا تسيلفات مسائل السامة طبعا لغدا جينا الهورمونات الغالب الله يعني إلى حد الآن ما كانش أسلوب دولي لا في الولايات المتحدة ولا في اليابان ولا في كوريا ولا في ألمانيا ولا في روسيا ما كانش أسلوب دولي الآن اللي كي يخزون الهورمونات من المياه ما كانش منلمشات حتى وصلت الهورمونات اللي كنت نسمى زينو بايوتيك بفرنسية كزينو بيوتيك هذutan الهورمونات اللي كتنمشها طبعا كتنمشي من استعمالات دي النساء كتستعملو البروجيستيرون بكثرة فإلى هذة الهورمونة كاني يحتحت الهورمونات دي الحيوانات طبعا مرحباً، مرحباً. إذا مشاتها إحتى الهرمونات دي العلاجات. منها علاجات السرطان بهرمونوكتراها منها بعد ضبط المسائل جسمية بالهرمون. منها علاجة تروستاطا بالهرمون. علي أن هذة الهرمونات إذا مشات حتى وصلت المياه. أنا قلت إلى وصلتها. نعم. إذا مشات حتى وصلت للمجاري المياه أو دخلت لهذه السدود. اللي كان أخذه منها خزانات المياه اللي كان أخذه منها المياه. صالح. هناك أسلوب دولي. المغرب هو متضم دولي. انا كان اظهر على الدول المتقدمة في العلوم الى حد الان ما كانش مشكل لكيزول الهرمونات من المياه. كان دراسة دارت فرها مش اجر دراسة ما دراسات ولكن من جملة الدراسات نقول غير واحدة. نعم. هي واحد دراسة اجراها واحد باحث فرنسي على الاسماك للمياه العذبة. نعم. هذه المياه العذبة هذه الاسماك هذا دارت فرها واحد دوزيج يعني واحد قيم بتحليل هرمونات في لحم اللحوم دل هذه الاسماك. نعم. ولقاء كمية خاطرة. يعني تقترب من الكمية التي تأخذها النساء هي نصف الكمية التي تأخذها النساء باش تمنع الحمل. يعني النساء كيأخذوا هل هي النساء الآن ولو كيأخذوا كمية فوق يعني الكميات هذه. يعني هي ابتداء من عشرة ميلي جرام. هو علي الحمل المتمنع. مع المرات النساء كيأو صلح تلاثة 30 ميلي جرام كثيرة. نعم. فهذا المسائلة هذه يعني كي ين... هناك أخطار نعم ولذلك إذا يعني تبعوا معنا هذا المستمع الكيري اللي تبعت الحلقات دي النخل ورمان كي يشوف بأننا عمرنا نصح بوحد المادة محصورة لوحدها نعم نقولوا الناس تأكلوا الفلفلارة فيها الفيتاميس لها نحن نصحوا ما حول المادة المادة وما حولها يعني كيفية الانتاج دياله وكيفية الوصول دياله وتخزين دياله وحتى الطهي دياله نعم دعنا مثل أن البطاطس نعم إلا طبخوها الناس بالطبخ المغربي مع المراق الإصوص بلول إلا طبخوها مع المراق المغربي ليس هناك أي خطر يعني أحسن من... إلا طابتك خضرة أحسن من القليل إلا طابتك الزيت كله في على الأقل خمس مكونات مصرطينها نسل طبخوها نعم إلت شوات في الزيت سوف يقول له خمس مكونات مسترطينة على الأقل والمشكلة دكتور الناس كل هكا تحب البطاقة المقلية يعني الفريت نحن عليه نحن لا نمناع الناس نحن نقوله المعلومات إن إنسان يكون عارف حسن ما يكون ما عارفش نحن نقوله الناس كون عندك الفكرة فقط فقط ولكن الحرية نحن يكون عندك الفكرة مش إنسان هكذا أعمى حل وحد الوقت في السبعين وعليه نحن تمانينيات على الخصوص كان وحد يعني وحد طلع كبير هذه البحث العلمي في أمريكا في هذا الاتجاه هذا حتى أنا بعد الباحثين اللي كانوا كيزوروا المغرب وجاءوا عدنا باحثين كبار في الميدان يجاولوا مع هاد الحسن ثاني الزراعة والبيترة باحثين من العباقرات الباحثين في أمريكا وزاروا مع هاد الحسن ثاني للزراعة والبيترة كل ما عملنا مثل الندوة ولا حاجة وكنا بدينا كانت هاد المسائل هذه هادوك الامريكين كانوا كيقولون دائما واحد الجملة اكسبريشن ماذا تقولون هاد الامريكين تقولون نحن نأكله في الضلال معنى هادي نأكله في الضلال انا ما عارفين شاش نأكله واحنا بغينا هذا المصباح بغينا نديره للناس واحد مصباح نشوفو شنو كنناكله عبر هاد البرنامج يعارفون الناس هاد المسائل جميل جهات مكلفة بالمراقبة جهات مكلفة بالقانون لا تسمح بعض المنتجات نحن في المنتظم الدولي نحن نعيش كجميع الدول ولكن مش غير نعيش كجميع الدول نعني بها اننا لذلوها نديرها اكيد ممكن نكن بعمله احسنت نعم يجلر الآن في البطاق غضائيات ممنوعة في السويتسا نعم هذا كل دولة تتقلب على مصلحتها نعم نحن نقاو غادين غادين عمين مسموح بيش دوليا نصفين دوليا نعم نحن خاصنا نشوف المواطن دينا نشوف اللي كانت ضروا ونقولوا هذا المواطن ممنوع في المغرب هذا من حقنا فقط وخانون الدوليك يسمح لنا بذلك هذا من حقنا لأننا حريدنا لماذا الألولارويد ممنوع مثلا في سويسرا نسموح به فريطانيا لأن السويسريين قالوا بأن الإنسان دينا بيقدرش على الألولارويد هذا يعني ما ممنوع لاش مثلا بروميور الميتايل بروميور الميتايل هذا كي ناس كي تهروا به التربة هو مبيد نعم منعته أمريكا في تسعينية في آوائل يعني في 1996 كان ممنوع بروميور الميتيل ممنوع في الولايات المتحدة لازالهم أصبح بيه ما زال في الأحاك يعملوا البروميور الميتايل ما زال كيف يعمله مازال ما تمنعش لاش أن أمريكا سمحت في عشر سنوات أخرى نعم كل دولة تتقلب على مصلحة نعم 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 إذا كنا نستعملوا مرة هذه النطرات للمزروعات أحسن أن نستعملها مرتين أو ثلاثة يعني أقل ضرر نعم طبعا أقل ضرر إذا تزادت النطرات والسلفات مع المبيدات نحن المزروعات عندنا قد يقول له خطر ثم حتى الفلاحة مثلا نسمحوا لي معاجوا عنهم كين مرشدين فلاحيين نعم مرشاد الزراعين فلاحيين بعد الفلاحة الآن يجتهدون هم من أنفسهم هذا العام هدف الشاوياء حضرت على عمليات الناس عاجوا القمح ثلاثة مرات عاجوا القمح ثلاثة مرات وكين حقول من حقول هذه العائلة ديولينة وأنا عندي أولاد عمين كين حقول الآن معاجواها الناس مرات وكين حقول لا تعاجدت يعني هاي كانت أحسن يعني وكالمنتوج وكان البيض فهذا العلماء كلهم كمشوا لادوز كمشوا للكمبيا الباحثين والخباة كلهم كمشوا للكمبيا إذا قدرنا نتفاذه وعليش لأن العشن الكمية مليك يكون أمر مستحيل يكون أمر مستحيل كنا نضرع الكمية حال أقل كنا نقول حتى الخضار إذا تغسلتك هذا وزولنا من عائر لك المسائل الخارجية جيد وحينا غير مع الكمية التي تمتصها الخضار والفواقع ممكن الجسم يتعامل أو مثلا الزراع إلى درسيل الملحة مرة أخرى ولكن إذا كان واحد الأبيوز مليك أن نستعملوا نيطرات بكترة وبدو يجتهدوا ويقول لك أنا أدري الملحة مرتين ولكن بل يل زرع أصفر هذا لا نعم وحتى المبيدات الناس يرشلوا هذي غير تكلموا عن المبيدات وغير تكلموا عن المبيدات المستعملة بكترة لأي حدي الواحد العشرة المبيدات التي تستعملوا بكترة سنوريه حتى الفلاحات طريقة باش ما يصلوش للمستهلك لأن لا يمكن تكون مادة زراعية ولا خضرة ولا أي حاجة يعني يمكن تكون الآن وما هذا الأمر هذا ما غادينش يبقى في الخفاء ولذلك هذا التنويع اللي عندنا في المغرب والمنتجات الحساسة دينا القوية هذه كتخلينا يعني نعرف أولا المنتج قبل المستهلك لأن المنتج يهمه الأمر لأننا مقبلون الآن على عصر العلوم الآن وصلت لنقطة ديالة وجي راجعة وصلت لأحد النقطة ليعرفت الخطر وجي راجعة أمريكا الآن طالعة في نص الإنتاج ديالة سيكون عضوي أمريكا الآن يعني بعد سنوات كندا تابعها ألمانيا والدول السكندينافية تابعينهم فرنسا بذات الإنتاج العضوي وصلت 30% كثر من 30% فرنسا الآن يعني كيرجعوا للأصل نعم ولذلك أنا كنقول بأن سياسة المغرب الأخضر يعجبتني كثير لأن على الأقل أعلننا دوليا بأننا مغرب أخضر معنا مغرب أخضر مغرب طبيعي طبيعي فهذه المسائلة ممكن أن نقولوا مغرب أخضر يعني نعلنها دوليا والذي يجعون الناس يلقاونا بأننا باقي كان عملوا الميترات ثلاثة مرات كثير منهم والسلفات ثلاثة مرات كثير منهم والبويدة ثلاثة مرات كثير منهم والبلاستيك والميتابيسيلفيت والمسائل والانيدريد الكبريت والمسائل كثير منهم يلقاوه بعضها على الأقل وحد الكمية قل منهم ومن بعد نوصله للسفر وره ماشي مستحيل تدريجيا ره ماشي مستحيل حتى الآن إعادة النظر في الإنتاج الحمد لله بعد المنتجين يبدو غير هذي الناس ديال العضوي ما يديروش بزنس يعني ما يعملوش لزيادة في الثامن غير يقولوا البلدي لالات أمريكي نقولي علي انها ما يبدو هو اللائحة التي تتحدثنا عن النيترات هذه اللائحة لائحة أمريكية ليس أوروبية وهذه الأنواع السرطة التي تتحدثنا عنها الليوكيما سرطان دم يعني أولا كنت بيلك المصدر لالنيترات يستهلك بكثرة لهم اللحوم ليس اللحوم المصنعة من توجات اللحوم في الجسم هذه النيترات الان اوتروي مع الحرارة بعدما كان صخناها تعطيه الان اوتو يعني نيترات وهذه النيترات هذي نيترات هي المشكل لانه واحد وفي الجسم كهذه النيترات هذي كتحبسها الفيتامين سي ما كتخليهاش يعني تعمل خطر هنا علينا على الاقل بحال الناس اللي كيستهلكوا الفواكه بيكاترار اللي كيستهلكوا الخضر طازجة ولا شيء عجل عندهم بعد واحد محفيز اللي هو الفيتامين سي اللي كي مكيخليش هاد المفاعلة يعني تتيم حتى داخل الجسم لان النيترات في الجسم كيتحول ولكن كيبقى مكوين نيتروزامي الحمد لله انه ما عندناش يعني إلا منتوجات اللحوم مكنش مكنش مشكل نيتروزامين في مواد غذائية أخرى نعم علا المواد المختلطة باللحوم لان اللحوم ده بلان ولو بعد البلاع اللي كي تدار فيهم اللحوم وأشياء أخرى مخلطة مع أشياء أخرى مصنعة طبعا نحن نتكلم عن تصنيع المواد الطارية هذي الفريش مكن هدرش على يعني لسا هناك أي مشكلة فهذه القادية هذي الناس تكون عندهم معلومة حسن لا راح تقيق انه ما كيش مكالمات نعم نهاية موادع جديدة موادع جديدة وأيضا حتى الكلمة غريبة على المصنعين موادع الآن الصناعة الكيموية تعدات بكتير يعني العلوم هذا العلوم كلها لا البيولوجية ولا الكيموية ولا الطبية ولا الزراعي ولا البيطارية يعني الصناعة الكيموية مشات بعيد فهذه يعني باش نواكبوا هذا الصناعة الكيموية يخصنا 25 سنة و 30 سنة باش نعرفوا على الأقل ماذا يقع فوق هذا الكون اشتركوا في القناة